عندنا مجموعة من الضوابط اللي لازم نحطها لنفسنا رقم واحد وده أمر مهم جدا 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 القدوة يعني إيه القدوة؟ يعني الولد لما هيشوف الأب بطول النهار ماسك الموبايل وعمال ينشاغل عن الأسرة كلها بالموبايل ولما يلاقي الأم كل حياتها سواء أن هي في المطبخ ولا هي فيه بتراوئ البيت هي مشغلة الموبايل أو مشغلة الإنترنت وعمالها بتسمع حاجات هيشوف الولد هي بتسمع إيه؟ هي بتتابع إيه؟ هي بتقضي وقت قد إيه على الإنترنت فيبقى بالتالي الولد حينشأ على نفس الطريقة رقم اثنين تحديد أوقات لدخول أولادنا على الإنترنت ده مهم جدا يعني دعنا نتفق مع الأولاد من البداية أن إحنا لنا في اليوم ساعة الإنترنت طالما الولد من فوق خمس سنوات لحد خمستاشر سنة أنا في اعتقادي شخصي وفي اعتقادي كثير من التربويين أنه ما ينفعش يزيد وقته على الإنترنت عن ساعة رقم ثلاثة لازم كمان يكون هناك متابعة هو بيخش فين؟ هو بيكلم مين؟ هو بيعمل إيه؟ يعني لازم حتى الساعة دي يبقى في مكان واضح وظاهر بالنسبة للجميع رقم أربعة لازم نعلمهم الحاجات الكويسة على الإنترنت يعني إيه المانع أن إحنا نقول لأولادنا فيه دلوقتي دورات بتتاخذ على الإنترنت عن الذكاء الاصطناعي إيه رأيكم أن إحنا ناخد دورة من هذه الدورات ونتشارك مع بعض في هذه الدورة وتكون من خارج الساعة المحددة لك ترجمة نانسي قنقر